السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلابي طلاب الصف الاول الاعدادي في تاني درس معانا من دروس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معاكم مستر وحيد ممدوح والنهاردة ان شاء الله هنشرح الدرس التاني اللي بعنوان التحول الرقمي واهميته في حياتنا اليومية الدرس بتاعنا النهاردة يا شباب درس جميل جدا وشيق وهتستفادوا منه كتير يلا مع بعضين نبدأ الدرس ونتكلم ونعرف يعني ايه التحول الرقمي التحول الرقمي او الديجيتال ترانسفورميشن يا شباب هو عملية دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب العمل احنا الدرس اللي فات اتعرفنا على التكنولوجيا الخضراء الدرس بتاعنا النهاردة هنتعرف على التكنولوجيا الرقمية اللي احنا لو دخلناها في جميع جوانب العمل يبقى عندنا حاجة اسمها التحول الرقمي طيب لو حبنا نعرف يا شباب عملية التحول الرقمي هنقول ان هي مشروع قومي ينقل مصر الى التعامل من خلال بيئة معلوماتية تربط كل الجهات الحكومية ببعضها البعض طب ده بيتم ليه وعن طريق ايه ده بيتم علشان المواطن يقدر يحصل على كل خدماته بصورة اسهل واسرع طب بيتم عن طريق ايه عن طريق شبكة الانترنت وتطبيقات الموبايل طيب هو انا لما اعمل دمج للتكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب العمل يعني اعمل تحول رقمي ده هيفرق معايا في ايه ده هيفرق معايا انه هيؤدي لتحسين كفاءة سر العمل وهنقدر نخفض التكاليف وهنقدر نطور منتجات وخدمات نقدمها افضل للمواطنين بطرق جديدة ومبتكرة تمام يا شباب يبقى اللي انا عايزك تحفظه في الجزئية دي ان عملية التحول الرقمي هي عملية دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب العمل عن طريق استخدام شبكة الانترنت وتطبيقات الموبايل وده بيمكن المواطن ان هو يحصل على كل خدماته بصورة اسهل واسرع والخدمات ده اللي هي تقدمت للمواطن تقدمت بصورة اسهل واسرع ليه علشان عملية التحول الرقمي بتحسن كفاءة سر العمل وبتخفض التكاليف وبتطور المنتجات والخدمات المقدمة للمواطن تمام يا شباب طيب تعالوا مع بعضنا دلوقتي نشوف اهمية التحول الرقمي تحول الرقمي ضروري جدا للمؤسسات والشركات لعدة اسباب زي ايه بيساعد على زيادة الكفاءة والانتاج من خلال تحسين سير العمل وتقليل الاخطاء توفير الوقت والجهد مما يوفر المال احنا قلنا ان الفكرة الاساسية في التحول الرقمي هو دمج التكنولوجيا الرقمية التكنولوجيا الرقمية بتوفر لي مجموعة من التطبيقات اللي احنا ممكن نستفيد بها ونستعملها وعن طريقها هنقدر نحسن سير العمل ونقلل الاخطاء لاننا لما استعمل تطبيق معين او ابل كيشن معين انا باختار من قائمة هذا التطبيق اللي انا عايز اعمله وبالتالي مفيش فرصة ان انا اغلط بنقلل الاخطاء جدا تاني حاجة ازاي بوفر الوقت والجهد انا لما استخدم شبكة الانترنت على سبيل المثال في اني ادفع مثلا فطورة كهربا او ادفع فطورة مية او اعمل اي حاجة مشابهة لكده انا بوفر على نفسي ان انا اروح هذه المؤسسة انا عايز اقدم طلب مثلا في شركة الكهربا هنشوف دلوقتي ان عن طريق بوابة مصر الرقمية انا ممكن اخش واعمل الخدمة ديت عن طريقها وبالتالي انا وفرت وقت وفرت الجهد انا لما اروح هذه المؤسسة انا بنزل من بيتي وبركب مواصلات وبروح لهذه المؤسسة وبالتالي انا وفرت جهد كذلك انا لما بستخدم مواصلات وبتحرك انا بدفع فلوس فانا كده لما استخدم شبكة الانترنت انا هوفر المال او فلوس المواصلات اللي انا دفعتها يبقى نقدر دلوقتي نأكد فعلا ان من اهمية التحول الرقمي زيادة الكفاءة والانتاج النقطة التانية في جزئية اهمية التحول الرقمي هي رفع مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء ازاي التحول الرقمي بيساعدني لنرفع مستوى الخدمة هو احنا لو رحنا يا شباب مؤسسة حكومية وحاولنا نعمل خدمة فيها وقفنا في طوابير كتير وقعدنا وقت كتير هل كده مستوى الخدمة يعتبر مستوى عالي ولا منخفض لا مستوى الخدمة منخفض لان احنا هكون قاعدين مثلا متضايقين فيه وقت كتير واغدين وفي الانتظار لكن لما بيكون عندي تحول رقمي وبيكون عندي اعتماد على الانترنت والتطبيقات بيكون فيه سهولة وسرعة في اننا قلبي خدمات المواطنين او العملاء يبقى احنا لما اعتمدنا على التكنولوجيا الرقمية وعملنا تحول رقمي الموضوع ده ادى الى رفع مستوى الخدمات طيب ايه تاني زيادة المبيعات والارادات وذلك بالوصول الى اسواق جديدة وعملاء جدد ممكن نوضح الجزء دي ونقول ايه ان احنا لما بنتعامل مع العملاء بصورة اسرع ممكن اخدم عدد كبير منهم في نفس الوقت وبالتالي ده هيزود للايه المبيعات طيب النقطة الرابعة في جزئية اهمية التحول الرقمي الابتكار والابداع وده بيبن فين تعزيز الابتكار والتطوير في المؤسسات والشركات وتقديم منتجات وخدمات جديدة وجيدة لما تكون المؤسسة والشركات بتعمل بطريقة منظمة وبتستعمل دايما البرامج والابليكيشنز ده بيخلي فيه تنظيم على مستوى المؤسسة والشركة وبتكون بيئة العمل يا شباب للناس اللي شغالين فيها بيئة جيدة جدا بتساعدهم على الابتكار والتطوير وزي ما شرحنا في رفع مستوى الخدمات تقديم منتجات وخدمات جديدة وجيدة انا لما اقدر ابتكر وطور هتلع منتجات جديدة وجيدة ليه؟ لان انا رفعت مستوى الخدمة فالمنتجات لازم تكون جيدة طيب النقطة اللي بعد كده في اهمية التحول الرقمي الحفاظ على القدرة التنافسية من خلال مواكبة احدث التطورات التكنولوجية احنا في بلدنا هنا مصر لو انا مثلا بعمل انتاج لحاجة واستعملت التكنولوجيا الرقمية ده هيخليني ارفع مستوى الخدمة هزود مستوى المبيعات وبالتالي نقدر ننافس المنتجات الاخرى سواء لو احنا مثلا بنصدر فاحنا هنضطر ننافس منتجات اجنبية لو انا ما عنديش تكنولوجيا رقمية وتحول رقمي مش هيكون المنتج بتاعي جيد ومش هقدر اوصل به لأسواق جديدة ومش هقدر انافس به في هذه الأسواق طيب حاجة كمان باعتبارها مهمة جدا في اهمية التحول والرقم ايه هي تحسين اتخاذ القرار وده بيتم ازاي عن طريق ان احنا بيكون عندنا بيانات البيانات ديت لما نعمل لها تحليلات نطلع منها بمعلومات يعني انا يا شباب عن طريق قواعد البيانات او المكان اللي بتتسجل فيه كل البيانات نقدر نعمل بحس عن مجموعة بيانات معينة يعني مثلا عايزين نشوف هل نقدر نخلي عدد الطلاب في الفصل مثلا من 30 ل40 ولا هنحتاج فصول اكتر اعمل ايه انا عندي البيانات وعندي عدد الطلاب اللي رايحين سنقولي اعدادي وعندي عدد ايه المدارس والفصول هنقسم عدد الطلاب على عدد الفصول يطلع لي عدد الطلاب في الفصل الواحد لو لقيته كبير يبقى احنا كده اطلعنا بمعلومة هي المعلومة ديت ان احنا محتاجين ندني مدارس جديدة تمام؟ يبقى انا عن طريق التكنولوجيا الرقمية بقى عندي قواعد بيانات بتساعدني ان انا اعمل تحليلات والتحليلات ديت توفر لي معلومات في الوقت المناسب للتخيص قرارات مستنيرة كلمة مستنيرة يا شباب يعني على ضوء دراسة ولو خدت بالك من كلمة مستنيرة تحس ان فيها كده نورت نورت ليه؟ لان انا البيانات بعد اما حللتها طلع عندي معلومات باخد القرار بناء على معلومات سليمة طيب ايه نوطة اللي بعد كده في اهمية التحول الرقمي ها؟ تقليل استخدام الطاقة والموارد دي مهمة جدا جدا ازاي بنقلل استخدام الطاقة والموارد؟ هو احنا زمان يا شباب قبل ما نستخدم الانترنت وتطلقات الموبايل في المؤسسات الحكومية كل ما نستخدم الايه؟ الورق فانت لما كنت هتروح هناك كان لازم تقدم طلب كنت هتستهلك ورق وانت بتقدم الطلب ده هتستهلك وقت لان انت بتكتبه مش كده كمان لانت وانت رايح المؤسسة الحكومية ديت انت هتركب عربية والعربية ديت لما هتركبها هتستهلك وقود يبقى انا وفرت المشوار بتاعي وبالتالي وفرت الوقود يبقى انا قللت استخدام الطاقة طب والموارد الورق مثلا انا هقلل استخدام الورق وفي امثلة كتير جدا جدا انت ممكن تلاحظها بس لما تذكر الموضوع دوت وتفهم يعني ايه؟ تحول رقمي علشان لما انت تمش كده في الشاي وتبص بعينك تقدر تلاحظ وجود التحول الرقمي في حياتنا النقطة اللي بعد كده يا شباب في اهمية التحول الرقمي خلق فرص عمل جديدة ازاي بنخلق فرص عمل جديدة؟ ها؟ انا لما بيكون عندي مثلا شركة والشركة ديت الانتاج بتاعها يزيد احنا قلنا هنا التحول الرقمي بيزود المبيعات لان انا رفعت مستوى الخدمات في الحالة ديت انا هنتج اكتر يبقى انا محتاج على سبيل المثال ناس اكتر علشان اوظفهم علشان انا عندي حجم المبيعات زي في امثالة كتير للجزئية ديت مع الوقت هنقولها ان شاء الله طيب يلا مع بعضينا نتأكد من فهمنا للجزئية اللي فاتت بيقول لي هنا اختر الاجابة الصحيحة مما يلي نقطة هو دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب العمل ها؟ البرامج تطبيقات تحول الرقمي الخدمات تمام التحول الرقمي طيب اتنين طوفر البيانات والمعلومات لدى الشركات يعمل على العديد من الامور منها زيادة الاخطاء البشرية ينفع الكلام ده بان لما يكون عندي بيانات متوفرة ومعلومات الاخطاء تزيد لا طبعا زيادة فرس العمل ولا زيادة الهدر في الوقت والجهد ولا زيادة التكلفة النقاط ألف وجيم ودال دي نقاط سلبية ما ينفعش لما يكون عندي توفل لبقائم المعلومات يحصل عندي الحاجات دي أما الإيه اللي هيحصل عندي حتزداد فرص العمل طيب نقطة الثالثة كل مما يلي من الأسباب التي تدعو لاستخدام التحول الرقمي ما عدا تحسين سري العمل ده فعلا إحنا بنحس بيه لما بيحصل التحول الرقمي تقليل الأخطاء ده فعلا بنحس بيه لما بنستخدم التحول الرقمي طيب توفير الوقت والجهد برضو دي من أهمية التحول الرقمي طيب قلة كفاءة الانتاج لا طبعا لما بستخدم التحول الرقمي بتزيد عندي كفاءة المنتجات والخدمات يبقى الإجابة دي هي اللي نختارها تعالوا مع بعضنا دلوقتي يا شباب نشوف جزئية مهمة جدا اللي هي أدوات التحول الرقمي علشان أقدر أقول أن أنا عندي فعلا تحول رقمي إيه هي المجالات اللي أنا لازم أستعمل فيها التكنولوجيا الرقمية لو جينا بصنا للشكل ده هنلاقي أن التكنولوجيا الرقمية لازم تخش معايا في إدارة سير العمل ولازم تكون موجودة معايا في وسائل الدفع الإلكترونية ولازم برضو التكنولوجيا الرقمية ألاحظها في وسائل التعاون والتواصل ولازم نستعمل برضو التكنولوجيا الرقمية في التعليم الإلكتروني وكذلك في الحوسبة السحابية وحنشوفها قدام شوية لها درس ولازم يكون عندي أمن سبراني دي مهمة جدا برضو هنعرف معناها وكذلك الزكاة الاصطناعي والتعليم الآلي يبقى أدوات التحول الرقمي بتتوفر من خلال برامج وتقنيات وخدمات لمساعدة المؤسسات والشركات لتحسين الأداء عن طريق رفع الكفاءة وبالتالي نرفع التنافسية تعالوا مع بعضين نشرح الجزئية دي واحدة واحدة بصوا يا شباب علشان أقدر أقول أننا عندي تحول رقمي حصل في البلد عندي لازم نلاحظ أن في تحسين في كفاءة العمليات الحكومية يعني سير العمل بقى أسهل وأسرع يبقى أنا محتاج أدوات تكنولوجيا رقمية علشان أقدر أقول أننا عندي تحول رقمي في إدارة سير العمل عايزين ناخد مثال في عندنا يا شباب بوابة أو منصة اسمها منصة مصر الرقمية اكتب كده في شريط البحث digital.gov.eg هتلاقي نفسك دخلت على الموقع بتاع بوابة مصر الرقمية كل مواطن في جمهورية مصر العربية عن طريق الرقم القومي بتاعه يقدر يخش ويسجل في الموقع ده طيب هو لما يخش في البوابة دي بقى هيحصل إيه أو إيه اللي هيتوفر له هيتوفر له العديد من الخدمات الإلكترونية زي إيه؟ ممكن أدفع فواتير كهرباء ممكن أدفع فواتير مية ممكن أعرف حاجات كتيرة جدا جدا يعني مثلا رخصة العربية هتنتهي أمتى؟ رخصة القيادة كل ما تتخيله ممكن بطاقة التموين تعرف مثلا أنا معلومات أي مواطن يخش على بوابة مصر الرقمية تظهر عنده كل المعلومات بتاعته يعني حتى المعلومات الأسرية مين هم أولادك والرقم القومي بتاعهم ممكن عن طريقه برضو أحجز معاد في مؤسسة يعني عايزة أروح أعمل خدمة في مؤسسة حكومية بدل ما أروح أقف في الطبور ممكن أخش هنا وأحجز لي معاد بالساعة يبقى أنا هروح على المعاد بتاعي على طول يبقى علشان نلخص الجزئية دي يا شباب هقول إيه؟ هقول إن علشان يكون عندي تحول رقمي لازم يكون عندي أدوات لإدارة سير العمل الأدوات دي هتحسن كفاءة العمليات الحكومية والمهام المتكررة وحتقدم خدمات أفضل للمواطنين مثل إيه؟ منصة مصر الرقمية لازم نعرف دي منصة مصر الرقمية بتحسن كفاءة العمليات الحكومية والمهام المتكررة وبتقدم خدمات أفضل للمواطنين يبقى لازم أحفظ الكلام ده أو أقول هي بوابة إلكترونية حكومية توفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين لازم أحفظ دايت تمام طيب برضو ممكن عن طريق الموبايل ننزل أبليكيشن نقدر من خلاله نخش على البوابة دايت تاني حاجة يا شباب من أدوات التحول الرقمي أدوات الدفع الإلكترونية لو لقينا أن في عندنا أدوات دفع إلكترونية نقدر نقول أن أصبح عندنا تحول رقمي زي إيه بطاقة الدفع الإلكترونية زي بطاقة الدفع ميزة وزي تطبيق نظام الدفع الإلكتروني نستبيعي بنسمع الكلمة دي دلوقتي كتير بطاقة الدفع الإلكترونية ميزة لما خش مثلا أشتري حاجة من سوبر ماركت وعايز أدفع بدل ما أدفع كاش بندفع عن طريق البطاقة دي وبالتالي البطاقة دي بتوفر لي طريق الدفع الإلكترونية سهلة وسريعة وآمنة بالإضافة أنها بتسهل المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين أنت مثلا ممكن تدفع حاجة لسوبر ماركت وهو ما عندوش فكة يديك الباقي فعن طريق بدقة الدفع دي احنا بنخصم رقم وبالتالي مش هيكون فيه صعوبة في أن السوبر ماركت مثلا يديك الباقي بتاعت الفلوس بتاعتك طيب نظام الدفع إنستبيعي أنا لو عايز أحول له واحد فلوس أو أبعت له فلوس ده بيفيدني أن أنا لو في مكان وعايز أبعت له واحد فلوس وهو في مكان تاني خالص بعيد عني فنقدر عن طريق البرنامج إنستبيعي نقدر نبعت له نبعت له الفلوس دي مش كده وبس نستبيعي ممكن يبعتلي كمان على المحافظة الإلكترونية زي محافظ بدافهم كاش وأورنج كاش واتصالات كاش يبقى نستبيعي بنقدر نحول منه لأي حساب بنكي أو أي محافظة إلكترونية وبرضه نقدر ندفع منه فواتير طيب ناخد بالنا من حاجة مهمة إن وسائل الدفع الإلكترونية دي تعتبر تكنولوجيا خضراء ليه؟ لأننا برشت في استهلاك الموارد هو إحنا لما بنيجي نصنع العملة الورقية مش إحنا بنستهلك ورق؟ بنستهلك ورق وكل لما الورق بيقدم البنك بيغيره لنا بورق تاني يبقى وسائل الدفع الإلكترونية دي تعتبر تكنولوجيا خضراء وفرت علي عملية صناعة النقود الورقية تمام يا شباب؟ طيب الحاجة الثالثة من أدوات التحول الرقمي أدوات التعاون والتواصل لو لقينا إن إحنا عندنا تطوير في أدوات التعاون والتواصل يبقى بالفعل حصل عندي تحول رقمي زي برامج إيه؟ زي برامج الزوم والجوجل ميت كلنا طبعا عارفين برنامج الزوم بناخد عليه كلنا دروس الأونلاين بيفيدنا في إيه؟ بدل منزل من بيتي وروح السنتر أو وروح الدرس أنا ممكن أخذ الحصة بتاعتي أونلاين ده هيوفر لي في إيه؟ هيوفر في الوقت وحيوفر في المال ويوفر في المجهود يبقى إحنا ممكن نعتبر أن أدوات التعاون والتواصل دي أحد صور التكنولوجيا الخضراء لأنها بتوفر لي وقت بتوفر لي مال بتوفر لي مجهود هو أنا لما نزل من بيتي وروح السنتر أنا كده تعبت وصرفت فلوس واستهلكت وقت برنامج الزوم بيوفر لي كل ده مش كده كمان ده أنا ممكن ونرايح السنتر أركب مثلا سيارة العربية ده بتستهلك بنزين فأنا هوفر البنزين ده يبقى أدوات الدفع الإلكترونية وأدوات التعاون والتواصل ممكن نعتبرهم أحد صور التكنولوجيا الخضراء علشان كده بنقول إن لما بيحصل دمج لعملية التكنولوجيا ومش أي تكنولوجيا تكنولوجيا خضراء في جميع جوانب الحياة بتاعتنا بنقدر نقول إن حصل عندنا تحول رقمي يبقى أدوات التعاون والتواصل دي يا شباب الزوم و جوجل ميت دي تطبيقات مكالمات فيديو ومؤتمرات يعني أونلاين ميتنج عبر الإنترنت والبرامج دا تتمكننا إن إحنا نتصل بالآخرين وجها لإيه لوجه لو شغلنا الكاميرا هنشوف بعضينا ونأخذ بالنا يا شباب علشان استعمل برنامج الزوم أو جوجل ميت لازم يكون عندي بريد إلكتروني علشان نقدر نستفيد من أي خدمة أو منتج رقمي تعالوا مع بعضينا دلوقتي يا شباب نشوف العلاقة بين التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي إحنا لما جينا شرحنا من شوية أدوات الدفع الإلكترونية وأدوات التعاون والتواصل لاحظنا فعلا إن ممكن يحصل عندي توفير للموارد وتوفير للطاقة وإن أنا أقدر أقل الاستهلاك الموارد يبقى ترتبط التكنولوجيا الخضراء بالتحول الرقمي ارتباطا وصيقا هما الاثنين هدفهم واحد أو بيعملوا نفس الحاجة اللي هي إيه؟ العمل الحفاظ على البيئة وعدم الإدرار بها وترشيد استهلاك الموارد هنلاقي إن التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي بيعملوا نفس الحاجة دي يعني تعزز كل منهما الآخر وبيسهموا في تحقيق أهداف مشتركة يلا نوضح أكتر ونشوف أهم المحاور المشتركة بين التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي أول حاجة تعزيز كفاءة استخدام الموارد لما يسألني يقول لي مين هي المحاور المشتركة بين التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي أقول له تعزيز كفاءة استخدام الموارد إزاي الكلام ده؟ في التكنولوجيا الخضراء إحنا بنقلل استهلاك الموارد الطبيعية زي الطاقة والمياه ده عن طريق إيه؟ بنستخدم تقنيات لها كفاءة أكبر طيب في التحول الرقمي إزاي هنعزز كفاءة استخدام الموارد؟ ها؟ هنقلل الاعتماد على الخامات زي الورق والإقلام وبالتالي هنقدر نقلل الهدر الكلام ده لاحظنا فين؟ في بوابة مصر الرقمية لما جينا استخدمنا بوابة مصر الرقمية اللي هي من ضمن أدوات إدارة سير العمل قللنا الاعتماد على الورق والإقلام لما جينا شرحنا وقلنا لما نروح أي مؤسسة عايزة أعمل حاجة فبكتب طلب بنستخدم ورق وبنستخدم إقلام ولاحظنا تقليل الاعتماد على الخامات فين؟ في تطوير وسائل الدفع الإلكتروني لما بقى عندي دفع إلكتروني قللنا استخدام الورق في صناعة النقود الورقية تمام؟ طيب ايه تاني؟ ايه تاني مشترك ما بين تكنولوجيا خضراء وتحول الرقمي؟ خفض الإمبعاثات الضرة في التكنولوجيا الخضراء بنستخدم مصادر طاقة متجددة وبنحسن كفاءة استخدام الطاقة وخدنا مثال اللي هي السيارة الكهربية والسيارة اللي بتعمل بالبنزين السيارة الكهربية دي تعتمد على التكنولوجيا الخضراء علشان بتخفض الإمبعاثات الضرة طيب في التحول للرقم يبقى ازاي نحس ان احنا خفضنا الانبعاثات الضرة ها يباني الكلام ده فين في ادوات التعاون والتواصل اللي احنا قللنا فيها الحاجة الى النقل والتنقل لما انا احب اروح مثلا السنتر او روح الدرس انا بتنقل لما اجا اتنقل حركاب سيارة هستهلك بنزين وحينتج عن البنزين ايه عوادم ضرة يبقى انا حسنت البيئة ايه بتتحول للرقم يفعلا خفض الانبعاثات الضرة كذلك لما استعمل وسيلة الدفع الاستبيئي وحول بيها فلوس لواحد قاعد في مكان بعيد هو انا لو مش عندي الوسيلة ديت لكت حطر رقم واصلات واروح اقبله عشان ادفعه الفلوس ديت طبعا يبقى انا كده وفرت التنقل ووفرت النقل يبقى اقللنا الانبعاثات الضرة اللي بتنتج عن السيارات طيب ايه كمان دعم الاستدامة ده محور مشترك بين التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي طيب هي دعم الاستدامة ديت يا شباب يعني ايه استدامة ايه استدامة المورد انا بدعم ان المورد عندي يكون مستدام يعني ايه مستدام يعني دائما وابدا متوفر احنا عايزين دايما نوفر الطاقة ونوفر المورد والمورد بتاعنا ما يخلص ده احد صور معاني دعم الاستدامة في التكنولوجيا الخضراء احنا بنحمل بيئة وبنحسن جودة الحياة للاجيال القادمة يعني بنحاول نعمل استدامة للموارد البيئية انها تكون موجودة دائما سواء معانا دلوقتي او للاجيال القادمة طيب في التحول الرقمي ازاي بندعم الاستدامة انا بحسن كفاءة استخدام الموارد وبخفض الامبعاثات الضرة وبنعزز الابتكار زي اللي احنا قلناها فوق بالزبط ان انا وفرت استهلاك موارد وحفظت على البيئة لما قللت الايه الامبعاثات الضرة ولما قللنا استهلاك الوقت بتاعنا هو انا لما اتنقل اروح من مكان ل مكان وبدل الكلام دوت قدرت اتواصل مع الناس بوسائل التواصل زي الايه زي الزوم هو انا كده مش وفرت وقت الوقت ده مش انا ممكن افكر فيه وابتكر فيه حاجة جديدة تهام يا شباب؟ يبقى هي دي يا شباب المحاور المشتركة ما بين التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي مطلوب منك تحفظهم اللي هم تعزيز كفاءة استخدام الموارد خفض الامبعاثات الضرة دعم الاستدامة طيب يلا نشوف مع بعضينا كده امثلة على تطبيقات التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي معا مجموعة الامثال اللي قدامنا ديت اللي هي شبكات الطاقة الزكية الزراعة الضكيقة النقل الزكي المباني الزكية والمدن الزكية الخمس مجالات دول يا شباب هنلاحظ ان هم يعتبروا تطبيق للتكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي في نفس الوقت يعني على سبيل المثال لو جينا نشوف شبكات الطاقة الزكية اللي هي الشبكات اللي عن طريقها بنولد القهرباء او بنولد الطاقة الشبكات ديت لو بتجيب الطاقة بتاعتها عن طريق توربينات الرياح ديت وعن طريق الخلايا الشمسية دي كده اصبحت تطبيق او مثال للتكنولوجيا الخضراء تمام؟ طيب وفي نفس الوقت الشبكات ديت لو احنا بنتحكم فيها او بنتحكم في طريق التوزيع القهرباء اللي خارجة منها بالتكنولوجيا الرقمية في الحالة ديت هتعتبر مثال التحول الرقمي علشان اقرب لك مثلا الصورة اكتر شبكات الطاقة الزكية ديت ممكن بالليل هي بتتحكم في كل اعمالة الانارة اعمالة الانارة اول ما تلاقي ان الضقل تبتدي هي تنور لوحدها بتنور طبعا عن طريق سنسورز عن طريق حساسات فكده انا دمكت التكنولوجيا في عندي كده دمج للتكنولوجيا الرقمية الدمج ده بيبن فين في توزيع هذه الطاقة يبقى توليد الطاقة عن طريق الخلايا الشمسية وتربينات الرياح ده تطبيق للتكنولوجيا الخضراء وتوزيع هذه الطاقة ده تطبيق للتحول الرقمي تمام ناخد مثال كمان الزراعة الدقيقة هو انا في عملية الزراعة لما جان استفيد من اشعة الشمس واعمل خلايا شمسية برضو وولد بيها كهرباء تساعدني في ان انا اوفر مصدر طاقة كهربية لكل المزرعة بتاعتي يبقى ده كده ايه تكنولوجيا خضراء طيب لما نيجي بقى نروي هذه المزرعة ارويها عن طريق الري بالتنقيب يعني نتحكم في الري عن طريق رشاشات الرشاشات ده تللي بترش المياه بنتحكم فيها ازاي شباب بنتحكم فيها بتكنولوجيا رقمية فيه سنسورز السنسورز ده تفي موعيد معينة الموعيد دي انا بتحكم فيها ترش المياه في المعدة يبقى التحكم بتاعي في عملية الرأي هو ده التطبيق اللي بيمثل التحول الرقمي لكن توليد الطاقة في هذه المزرعة ده يعتبر تطبيق للايه للتكنولوجيا الخضراء المثال اللي بعد كده يا شباب النقل الزكي هنلاحز في المثال ده ان وسيلة المواصلات اللي انا بستخدمها بتعتمد على التكنولوجيا الخضراء يعني ماشي بايه ماشي بالبطارية ما بتستهلكش الوقود اللي هو بيدر البيئة ولكن بتستهلك طاقة نظيفة طيب التحول الرقمي بقى يبان فين ها ممكن نلاقي يا شباب وسائل مواصلات الوسائل ده مربوطة على سبيل المثال بابليكيشن تبقى انت في الابليكيشن كده شايف ان الاوتوبيس مثلا او اللي العربية اللي هي حجيلك حجيلك مثلا بعد خمس دقايق او عشر دقايق زي اوبر كده اوبر ده يعتبر احد وسائل النقل الزكي بس هو يعتبر مثال مهم جدا على التحول الرقمي لكن العربية اللي بيجيلي مش شغلة بالايه بالبطارية دي عربية لسه ما اعتمدتش على التكنولوجيا الخضراء لكن عربية اوبر اللي جايلي وهي عربية كهربية يبقى ده اوضح مثال ممكن اقوله لك على النقل الزكي ان انا قدرت عن طريق دمج التكنولوجيا الرقمية ووفرت لك الابليكيشن ده سهل عليك حياتك يبقى انا كده فعلا عملك التحول الرقمي في هذه المنظومة تمام يا شباب يبقى احنا كده واضحة حكاية التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي واضحين جدا في النقل الزكي يعني لو طلب منك مثال قل له النقل الزكي وقول كده ان العربية اللي حجيلي عربية شغالة بالكهرباء وفي نفس الوقت انا بستقبلها او بستدعيها عن طريق ابليكيشن زي برنامج اوبر وده مثال على التحول الرقمي تمام يا شباب طيب المباني الزكية هل هي مثال على التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي معا طب ازاي تكنولوجيا خضراء بنشوف دلوقتي مباني يا شباب المباني دي بيكون على أسطحها خلايا شمسية وسخنات برضو بتشتغل بالخلايا الشمسية الخلايا الشمسية دي ممكن تولي الطاقة للمبنى كله والمبنى كله أنا ممكن جواه أستعمل وسائل إضاءة أو وسائل تحكم مبنية على التحول الرقمي أستعمل سينسورس تتحكم في الإضاءة أستعمل سينسورس تتحكم في المية كل الكلام ده يمثل دمج للتكنولوجيا الرقمية في المبنى وبالتالي يعتبر كده المبنى حصل له تحول رقمي المثال الأخير اللي عندي يا شباب المدن الزكية المدن الزكية بقى يا شباب هنلاقي فيها إيه؟ شبكة طاقة زكية وزراعة دقيقة ونقل الزكي ومباني زكية يعني اللي أربح حاجات دول لو تجمعوا مع بعض ينتج عندي مدينة زكية خلاص يا شباب يبقى احنا اتفقنا أن الجزئية دي أسهل حتة تتكلم فيها النقل الزكي طيب لو جاءنا نشوف بقى فوائد ربط التكنولوجيا الخضراء بالتحول الرقمي هنلاحظ أن أنا عندي أربع فوائد لازم نحفظهم تسريع عملية التحول الرقمي وتعزيز فاعلية التكنولوجيا الخضراء وخلق فرص عمل جديدة لما كل حاجة تبقى مبنية على التكنولوجيا كده يا شباب بيبقى في عندي فرص جديدة اللي بيفهم في التكنولوجيا يقدر يقتنس هذه الفرص على شك كده بنقول لازم تهتم جدا بمادة الاي سي تي ولازم نهتم الفترة الجاية بكل ما هو تكنولوجيا لأن فرص العمل بعد كده هتبقى مبنية على كفاءات خاصة الكفاءات دي لازم تكون فاهمة كتير فيما يخص التكنولوجيا الفايدة الرابعة تحسين جودة الحياة وقلنا أن جودة الحياة مرتبطة بكلمة الاستدامة جودة الحياة يعني دائما وأبدا الموارد بتاعتي بتكون متوفرة دائما وأبدا تكون البيئة عندي نظيفة دائما وأبدا الأجيال القادمة تكون لها حصة ونصيب من هذه الموارد يلا مع بعضين يا شباب نشوف أهم جزئية في الدرس اللي هي تلخيص الدرس التلخيص ده مهم جدا لو أنت قريت النقاط ديت ولقيت نفسك فاهم هذه النقاط يبقى أنت بالفعل فاهم الدرس كويس بيفيدك في التلخيص دوت لو أنت عندك مثلا امتحان قبل الامتحان بقر هذا الملخص أفتكر الدرس بتاعي هنلخص الدرس في بعض النقاط أول نقطة عندي التحول الرقمي هو مشروع قومي يربط كل الجهات الحكومية ببعضها البعض من خلال بيئة معلوماتية الكلام ده ممكن يجيلي صح وغلط وممكن يجيلي إختار فلازم أفهم الجملة كويس طيب يمكن للمواطن الحصول على كل خدماته من خلال انترنت وتطبيقات الموبايل من خلال التحول الرقمي وعرفنا أن أهم هذه التطبيقات تطبيق منصة بوابة مصر الرقمية إلا عن طريقها ممكن نحصل على خدمات كثيرة جدا طيب يعد التحول الرقمي هام لكثير من المؤسسات ليه؟ لزيادة الكفاءة والإنتاج ورفع مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء والاتكار والإبداع والحفاظ على القدرة التنافسية وتقليل استخدام الطاقة والموارد وخلق فرص عمل جديدة كل الكلام دوت تعتبر نقاط إيجابية يعني نقاط حلوة لو أنت جالك مثلا في الاختيارات وقال لك يعدوا التحول الرقمي وجاب لك في الاختيارات كده حاجات سلبية يعني حاجات مش كويسة مختارهاش نبص على الحاجات ونفهمها ونعرفها كويس عشان لو جاتلي في الاختيار نعرف نختار صح طيب أدوات التحول الرقمي في غاية الأهمية إيه هي أدوات التحول الرقم اللي احنا عرفناها عرفنا أن في أدوات عندي بتحسن إدارة سر العمل وعرفنا أن في عندي أدوات دفع إلكترونية وعرفنا أن من أدوات التحول الرقمي برضو التعليم الإلكتروني ودي مهمة جدا تعليم الإلكتروني يا شباب يبان فيه قوي فايدة التحول الرقمي ليه؟ إحنا زمان كنا بنطبع الكتب المدرسية يعني انت مثلا كنت بتروح تستلب من المدرسة بتاعتك كل الكتب ومعظمنا بيعمل ايه بيروح يشتري كتاب خارجي زي مثلا انا بشرح دلوقتي من كتاب المعاصر ما بشرحش من كتاب المدرسة لان كتاب المعاصر هنا بيبقى مثلا مدي تدريبات اكتر فكده كده لازم اشتري الكتاب الخارجي فاحنا عملنا ايه بقى في التعليم الالكتروني ها عن طريق منصة مدرستنا او المنصات التعليمية حطينا عليها الكتب كلها وانت ممكن تخش تشوف الكتاب عن طريق ايه الموقع دوت يبقى انا كده وفرت اطباعة الايه الكتب يبقى عملنا ترشيد لاستهلاك الورق شوفوا بقى كل سنة كنا بنتبع كتب قد ايه فلما عملنا تحول رقمي وفرنا كل الفلوس ديت اللي راحت فين في اطباعة الكتب ممكن الفلوس ديت الدولة توجيهها مثلا في مكان تاني هي محتاجة تودي الفلوس دي فيها ممكن مثلا مجالات صحية ممكن ابني بيه مدرسة في مكان تاني تمام يا شباب يبقى التعليم الالكتروني دي احد ادوات التحول الرقمي وساعدنا كتير في ان احنا نرشد استهلاك الورق طيب ادوات التواصل والتعاون عرفناها الزوم والجوجل ميت الحوسمة السحبية قلنا حنتكلم عليها قدام دي برضو بتوفر لي مساحات اقدر اخزن عليها المعروب بتاعتي وعندي برضو الزكاة الاصطناعي والتعلم القالي وما ننساش الامن السبراني مهم جدا ايه الامن السبراني ده بقى انا ينفع ان البيئة بتاعتي وكل الجهات الحكومية مربوطة ببيئة معلوماتية وما اقدر شحم هذه المعلومات لازم طبعا احميها باحميها ازاي بالامن السبراني لازم يكون في عندي تقدم كبير في مجال حماية البيانات علشان اقدر اقول ان انا عندي تحول رقمي مظبوط ماجيش اعمل تحول رقمي ومعلوماتي تبقى على الانترنت ومعلوماتي تبقى متاحة على بعض المواقع ولاقي نفسي ان كل معلوماتي دي تسرقت تمام يا شباب او حد تاني اعرفها انا مش عايزو يعرفها يعني وسائل الدفع الالكتروني لو حصل فيها مشكلة في وسائل الدفع حنلاقي ان فيه ناس ممكن تسرق ناس صح الله يا شباب يبقى انا لازم يكون عندي وسائل قوية في الامن السبراني طيب للحصول على اي خدمات او منتجات رقمية قلنا ان لازم يكون لدينا بريد الالكتروني ممكن تجدنا صح وغلط طيب ترتبط التكنولوجيا الخضراء بالتحول الرقمي من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد خفض الانبعثات الضرة ودعم الاستدامة ايه كمان تعد شبكات الطاقة الزكية والزراعة الضقيقة والنقل الزكي احد تطبيقات التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي معا وقلنا ان اوضح مثال النقل الزكي المتمثل في الحفاظ على البيئة عن طريق استخدام السيارة الكهربية والمتمثل في التحول الرقمي عن طريق استخدام الابليكيشنز الزكية زي تطبيق ايه؟ زي تطبيق اوبر طيب يساعد ربط التكنولوجيا الخضراء بالتحول الرقمي على تسريع عملية التحول الرقمي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة طيب تعالوا مع بعضنا دلوقتي نشوف بعض الكلمات اللي ممكن تساعدنا وإحنا بنحال مصر الرقمية ودفع الفواتير دول مربوطين مع بعض في جملة مصر الرقمية هي بوابة إلكترونية حكومية توفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين مثل دفع الفواتير ويمكن تحملها على جهاز الموبايل وقلنا دية ان هي أحد أدوات إدارة سير العمل طيب ميزة والمواطنين الكلمتين دول ممكن يطرقتوا في جملة بطاقة الدفع الإلكترونية ميزة توفر طرق دفع سهلة وسريعة وآمنة للمواطنين طيب حساب البنكي الاستبيعي مهمة جدا ديت دي أحد وسائل الدفع الإلكتروني يسمح تطبيق نظام الدفع الإلكتروني الاستبيعي بإرسال واستقبال النقود عبر الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية طيب الزوم والجوجل ميت دول عبارة عن إيه؟ دي تطبيقات مكالمات فيديو ومؤتمرات عبر الإنترنت وتمكنك من الاتصال بالآخرين وجهاً لوجه وأنه بتوفر عينا كتير طيب التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي بيرتبطوا مع بعض إزاي؟ بيرتبطوا ارتباطاً وصيقاً؟ حيث تعزز كل منهما الآخر ويساهموا في تحقيق أهداف مشتركة لو أنت لسه متابعني لحد دلوقتي ومهتم بالمحتوى العلمي اللي بتقدمه القناة أتمنى أن أنت تدوس لايك ويساعدني أكتر أن أنت تسيب كومنت تعبر به عن رأيك في الفيديو يلا مع بعضين حلة تدريبات اللي على الدرس أول سؤال معاه بيقول لي إيه؟ يقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما يلي تساهم الدوضة المصرية في مجال التحول الرقمي في كل مما يلي ما عدد تقديم خدمات رقمية للمواطنين دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا تشجيع استخدام التكنولوجيا في التعليم كل النقاط دي يا شباب نقاط إيجابية هنا زيادة استخدام الطاقة هو أنه لما زود استخدام الطاقة دي حاجة حلوة ولا حاجة مش حلوة احنا مش عايزين كده احنا عايزين نقل لاستخدام الطاقة لأن تقليل الاستهلاك أكني بالظبط بعمل ترشيد يبقى الدولة عندي بتساهم في مجال التحول الرقمي في كل المجالات دي ما عدد زيادة استخدام الطاقة احنا مش عايزين نزود استخدام الطاقة طيب تعد ايه من مزايا استخدام الخدمات الرقمية ها لازم نطلع نقطة إيجابية توفير الوقت والجهد طبعا هنا زيادة التكلفة ما ينفعش صعوبة تلبية خدمات المواطن لا طبعا أنه لما استعمل خدمات رقمية لازم المواطن يحس أنه فيه سهولة في تلبية خدماته طيب صعوبة التعامل مع مقدم الخدمة الالكترونية ما ينفعش لازم يكون فيه سهولة في التواصل مع مقدم الخدمة يبقى هي النقطة اللي هنا اللي تعد من مزايا استخدام الخدمات الرقمية النقطة الإيجابية اللي هنا تأوفير الوقت والجهد طيب اللي بعد كده كله مما يلي من مزايا استخدام منصة مصر الرقمية مع عدم مين في دول نقطة سلبية نقطة مش حلوة الوصول إلى خدمات الحكومية دي بنقدر نوصل لها عن طريق منصة مصر الرقمية دفع الفواتير بنقدر نعمل كده اللي استعلام عن الخدمات فعلا بنجيبها من منصة مصر الرقمية هنا ضعف التواصل بين المواطن ومقدم الخدمة الرقمية طبعا ده ما ينفعش يحصل لما بنستخدم منصة مصر الرقمية طيب اللي بعد كده نقط تطبيق يسمح بارسال واستقبال النقود عبر الحساب البنكي والمحفظة الرقمية انا عارف ان كلكم عرفتوها من اول ما قلت النقود اللي هو ايه برنامج رستباي طيب نقط يمكن المواطن من الوصول لكل خدماته من خلال انترنت او تطبيقات الموبايل ده ايه ده بقى هل التكنولوجيا الخضراء ولا التحول الرقمي ولا البرامج ولا مصادر الطاقة تمام برافو عليكم التحول الرقمي السؤال اللي بعد كده اكمل الجمل التالية نقط هو دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب العمل ده ايه ده ده عنوان الدرس بتاعنا النهارده اللي هو ايه التحول الرقمي اللي بعد كده التحول الرقمي يساعد على تحسين ايه وانتاجية العمل اللي مرتبط بالعمل غير الانتاجية ها تحسين كفاءة وانتاجية العمل نحفظها تحسين كفاءة وانتاجية العمل طيب التحول الرقمي يساهم في تعزيز ايه والتطوير كان فيه حاجة مرتبطة بالتطوير الابتكار والتطوير التحول الرقمي يساهم في تعزيز الابتكار والتطوير طيب منصة ايه تساعد على الوصول الى الخدمات بسهولة منصة مصر الرقمية مصر الرقمية طيب سؤال اللي بعد كده ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ التحول الرقمي لا يساهم في الابتكار غلط طبعا دي نقطة سلبية منصة مصر الرقمية تساعد على الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة صح التحول الرقمي يساعد على تحسين التواصل مع الآخرين أكيد دفع الفواتير من ضمن الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية طبعا التحول الرقمي لا يساهم في تحسين التخاز القرارات لا طبعا اللي جابة دي خاطئة هو يساهم في تحسين التخاز القرارات إزاي؟ قلنا عن طريق توفير بيانات هذه البيانات نقدر نعمل لها تحليلات وبعد كده أطلع منها بمعلومات يلا سؤال بعد كده يعمل التحول الرقمي على زيادة نسبة استخدام الأدوات المكتبية غلط طبعا وقلنا أن أهم مثال عملية التعليم الإلكتروني اللي وفرت علينا طباعة عدد كبير جدا جدا من الكتب طيب يلا نشوف التدريبات اللي بعد كده اختر الإجابة الصحيحة عند استخدامك بوابة مصر الرقمية يعد ذلك أحد إيه؟ أشكال القرصنة أدوات التحول الرقمي الاستخدامات غير المسؤولة لمواقع الإنترنت ولا أشكال التعدي الإلكتروني واضحة جدا أحد أدوات التحول الرقمي طيب يمكنك استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق إيه؟ إنستبي جوجل ميت واتساب ولا البريد الإلكتروني طبعا إنستبي يعد إيه من الصفات المشتركة بين التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي هنا صعوبة التواصل الرقمي بين المواطنين لأ طبعا بطء الإجراءات المتبعة في الحصول على الخدمات لأ طبعا الوصول إلى الخدمات الرقمية بشكل سريع وآمن ولا سهولة اختراك البيانات على شبكة الإنترنت نختار يا شباب جملة فيها إيجابية اللي هي إيه؟ الوصول إلى الخدمات الرقمية بشكل سريع وآمن طيب اللي بعد كده تعمل التكنولوجيا الخضراء وأدوات التحول الرقمي على زيادة تلوث مصادر البيئة ينفع؟ ده نحن التكنولوجيا الخضراء هدفها أصلا الحفاظ على البيئة طيب تقليل الأضرار على البيئة المحيطة؟ آه دي نقطة إيجابية ارتفاع معدل استهلاك الخدمات لأ زيادة تكلفة الخدمات لأ يبقى تقليل الأضرار على البيئة المحيطة تعالوا مع بعضينا دلوقتي نشوف الاختبار التراكمي على أول درس وتاني درس هنلاقي حاجات من أول درس معنا اختر الإجابة الصحيحة ايه من مزايا استخدام السيارات الكهربية؟ تقليل التلوث ترشيد استهلاك الطاقة ولا الحد من الاعتماد على الوقود الإحفوري؟ الوقود الإحفوري اللي هو الوقود اللي بيطلع من بطل الأرض زي البترول ولا ألف وجيم معا طبعا تقليل التلوث والحد من الاعتماد على الوقود الإحفوري يبقى نختار دي اللي بعد كده نقطة هي بوابة إلكترونية حكومية توفر العديد من الخدمات الإلكترونية طبعا منصة مصر الرقمية رقم ثلاثة من أهم المحاور المشتركة بين التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي هاتلي من هنا نقطة إيجابية خفض الإمبعاثات الضرة أكيد هنا كاتب لك زيادة استخدام الطاقة وزيادة الاحتماس الحراري والاعتماد على الطاقة البترولية كلهم نقاط سلبية احنا مش عايزينها اللي احنا عايزينه خفض الإمبعاثات الضرة يعني لو لقيت نفسك كده مش عارف تجاوب دور على جملة فيها حاجة إيجابية يعني حاجة حلوة أو حاجة أنت هتستفيد منها أنا هستفيد لما يحصل تخفيض في الإمبعاثات الضرة هنا تستخدم بطاقات الدفع الإلكترونية ميزة في إيه؟ ها؟ مشاهدة الأفلام ينفع؟ إرسال معلومات؟ الوصول للخلوات الحكومية؟ ولا بندفع بيها؟ توفير طرق دفع سهلة وسريعة تمام؟ طيب نقطة هي أجهزة تعمل على ترشيد الاستهلاك وتعتمد على فكرة فقود الأجسام تحتها دي إيه ديت يا شباب؟ ها؟ دي أجهزة الاستشعار سواء كانت كواشف الدخان أو الحساسات اللي بنستخدمها في خلطات المياه اللي بتساعدني في توفير المياه يبقى أجهزة الاستشعار السؤال الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ التكنولوجيا الخضراء تسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون صح طبعا السيارات الكهربائية تساهم في زيادة التلوث غلط دي بتقلل طبعا التلوث إعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير تساعد في الحفاظ على البيئة أكيد ليه؟ علشان بنرشد في استهلاك المورد أنا هنا حفظت على البيئة عن طريق أن أنا رشدت استهلاك المورد أنا عندي حاجة معينة عدت استخدامها يبقى أنا كده وفرت في المورد اللي عندي التحول الرقمي هو دمج التكنولوجيا في جميع جوانب العمل صح التحول الرقمي يساعد على زيادة الكفاءة والإنتاجية في العمل الكلام ده برضو صح وبكده يا شباب يبقى وصلنا لنهاية الدرس التاني يارب يكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم إن شاء الله